بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأشرفان الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه اللهم صلي وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد النبي الأمي صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة لزيارة سيدنا رسول الله في مدينته المنورة المنورة صلى الله على منورها ومطيبها ومعطرها طابت بأطيب من تطيب طيبة يا طيب خذ من طيبها رياك وإذا لم أطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين أطيب المدينة المنورة كان اسمها يثرب ويثرب مأخوذ من التثريب ومعناه التوبيخ والملامة من مر بها يصاب بالحمى والمرض فجاءت سيدتنا عائشة إلى سيدنا رسول الله وقالت يا رسول الله مرض أبي ومرض بلال فادعوا الله لهما فرفع الحبيب الشفيع يديه وقال اللهم صححها وانقل حماها إلى أرض الجحفة فانتقلت الحمى خارج المدينة المنورة وكان النبي يأخذ بريقه ويقول بسم الله بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن الله هواء المدينة طيب ونسيم المدينة طيب وتراب المدينة طيب لأنه في ثراها دفن الطيب المطيب صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء وفي رواية كما يذوب الرصاص في الماء سيدنا رسول الله دعا للمدينة وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة ما بين لابتيها حرام اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة فيها المسجد النبوي وفيه مقام سيدنا رسول الله ادخل من باب السلام تعطر وتطيب وتنسم عبير رسول الله ادخل في أدب جم وبخشوع وسكينة وتواضع وسلم على رسول الله بصوت منخفض لا ترفع صوتك في حضرته لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لأن الله مدح المؤمنين بقوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم عندما تلمحوا أنه على باب المقام مكتوب هنا السلام على رسول الله سلم على الحبيب سلم على الشفيع قل السلام عليك يا خير الوراء من عاشق طول المدى يهواكا سلم عليه وأقرئه السلام من كل من حملك السلام وقل إلهي إنني في ذا المقام أمام السيد السند الهمام بصط يدي أدعو بالسلام لكل المسلمين على الدوام أنلني والمصاحب والمعادي أيا ربي كريمات الأياد ثم توجه إلى اليمين قليلا وسلم على صديق الأمة الأكبر وقل جزاك الله عنا خير الجزاء ثم توجه إلى اليمين قليلا وسلم على فاروق الأمة عمر وقل جزاك الله عنا خير الجزاء ثم اخرج من الروضة الشريفة ومن المقام بأدب لطرى البقيع أمام عينيك سلم على أهل البقيع هنيئا لكم يا من جاورتم رسول الله وقل دعاء أهل المدينة إلهي نجنا من كل سوء أنت إلهنا مولى الجميع وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع واحرص وأنت في المدينة على الصلاة في مسجد قباء لأن الصلاة فيه تعدل ثواب العمرة واحرص على زيارة شهداء أحد وعلى زيارة سيدنا الحمزة ومن معه من الصحابة أسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا ولكم مقرا ومستقرا في مدينة رسول الله وأن يجعلنا ممن جاور الحبيب دنيا وأخرى اللهم آمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام الله عليكم ورحماته وبركاته اشتركوا في القناة